افتتح معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب الاجتماع الدوري العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استطافته البلاد اليوم وأكد الملة في كلمته الافتتاحية أن العمل الخليجي يواصل مصيرته بخطة ثابتة وخطوات مدروسة بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ورعاه وإخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل ضمان الأمن والاستقرار ودعم التنمية الشاملة في كافة المجالات وفتح أفاق أرحب للمستقبل الواعد وعبر سياسة خليجية رفيعة وأضف بأن مقتضيات الظروف الراهنة المحيطة بدول مجلس التعاون الخليجي والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهنا جميعا تستوجب منا وحدة الصف والكلمة وتنسيق المواقف وتكاملها من جهته أكد معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد إبراهيم الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية التدخلات الإيرانية السافرة في دول المنطقة ومحاولاتها المستمرة لإثارة الفتن لا يمكن التجاوز عنها خصوصا دعم الميليشيات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتلى والدمار وتعمل على نشر الفوضى وبث الفرقى وخلق المشكلات وهما يحتم عليهم العمل معا لبدل المزيد من الجهود من أجل التصدي لذلك الفضائح وتلك الممارسات التي تهدد الأمن والسلمة في المنطقة إلى ذلك أشاد معالي الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس برؤية خادم الحرمين الشريفين في القمة الخليجية السادسة والثلاثين التي صدفتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي والتي تشدد على ضرورة العمل لإنجاز ما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس وما يتوافق مع الأهداف السامية التي تعمل المجلس التشريعية في دول مجلس التعاون من أجلها